بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة هنبدأ النهاردة في جزء مهم جدا عليه مجموع عالي في المادة بتاعتنا أو جزئية درجات عالية الجزء الخاص بالكيميا العضوية مركبات الكيميا العضوية كلها في مجموعة علماء عندنا سبع علماء في الجزء ده عالم اسمه بريزيليوس فوهلر ماركينيكوف باير كمان عالم تاني اسمه فريدل كرافت أو كرافتس والعالم أوجيستي كيكولي اللي هو وضع الصيغة البنائية للبنزين مع بداية كلامنا على الكيميا العضوية الكيميا العضوية جزء ان شاء الله بسيط بيتكلم كله على كيميا مركبات الكربون كيميا مركبات الكربون أول عالم بدأ يأسس علم الكيميا العضوية كان عالم اسم بريزيليوس بدأ يفرق ما بين الكيميا العادية الكيميا غير العضوية والكيميا العضوية أسم المركبات عندي المركبات العضوية وغير عضوية ووضع النظرية الشهيرة بتاعته نظرية القوة الحيوية اللي بتقول لي إن كل المركبات العضوية تنشأ داخل أجسام الكائنات الحية إنسان حيوان نبات نتيجة فعل قوة حيوية واستند على كده ببعض الأدلة جيه علم تاني وهو الأساس بقى في الكيمياة السليمة للكيمياة العضوية علم يسمى فهلر استطاع تحضير أول مركب عضوي من مركبات غير عضوية المركب العضوي اللي قدر يحضره فهلر كان اسمه اليوريا خدنا فكرة عنه في الباب الرابع اللي هو السماد زراعي قوي في المناطق الحارة السماد اللي موجود في المناطق الحارة اللي بتحلل إلى نشادر وثاني اكسيد الكربون ومن أفضل الأسمدة اللي موجودة في المنطقة الحارة أو في البلاد الحارة يبقى البداية كده قلنا إن فيه كيميا اسمها كيميا مركبات الكربون هنحاول نتابع مع بعض اشمعنا كيميا مركبات الكربون النظرية الأولى اللي وضعت وضحها عالم اسمه بريزيليوس قال لي دي نظرية اسمها القوة الحيوية جميع المركبات العضوية الغلط هنا في كلمة جميع جميع المركبات العضوية تنشأ داخل الأجسام الكئنات الحية بفعل قوة الحياة بفعل القوة الحيوية اللي أسسها طبعا قلنا مين بريزيليوس بريزيليوس كنا أخذنا فكرة قبل كده إنه قسم العناصر لفلزات ولا فلزات لكن قسم المركبات للمركبات عضوية ومركبات غير عضوية المركبات العضوية الأساس فيها عنصر الكربون جيه عالم اسمه فوهلر فوهلر ده هو زي ما نكاتب على الصبورة معايا كده في بريزيليوس وفي فوهلر فوهلر قدر يحضر مركب مهم جدا جدا يسمى اليوريا عمله إزاي حضره إزاي خد معايا ال-AG CNO سيانات فضل بتحتوي على عنصر الكربون يبقى على طول كده باجد بسرعة بتفكيري وأقول إن ده مركب عضو نقول مع بعض إن المركبات العضوية كلها بتحتوي على عنصر الكربون يعني أي مركب عضوي شرط أساسي إن فيه عنصر الكربون ولكن لا يشترط إن مركب غير عضوي فيه كربون ولا لأ يعني إيه؟ يعني ثاني أكسيد الكربون أكسيد الكربون اللي عندي أول أكسيد الكربون وساني أكسيد الكربون مركبات غير عضوية مع أنهم بيحتوي على عنصر الكربون عندي سيانات الفضة مركب غير عضوي ويحتوي على عنصر الكربون يبقى الكلام الأساسي عندي كيميا مركبات كربون سمى كيميا عضوية يعني أي مركب عضوي الأساس فيه عنصر يسمى الكربون الكربون ده هو اللي بدأ يأسس لي الكيميا العضوية طيب فوقنا العمل ايه عشان نتابع كلامنا ونطلع من الجزئية دي البسيطة خدنا سيانات الفضة مع NH4CL ايوة اسمه كولوريد امونيوم هفعل الاتنين مع بعض الاتنين بدون تسخين او اي حاجة في بداية الامر بيدينا NH4CNO يبقى سيانات امونيوم السيانات او السياني دات خلي بالك يا ابني منك ليه السيانات او السياني دات اللي عندنا دي ما تمتبعش لبقى مركبات عضوية ملهاش خواص ايه عضوية زائد AGCL ده راسب خرج برا حيز التفاعل نبتدي ناخد معنا NH4CNO سيانات امونيوم هسخنها تسخين شديد تتعدل الروابط بداخلها الى CO NH2 خلي بالك انا بكتبها ازاي NH2 ايه ده مركب يسمى اليوريا CO NH2 NH2 مجموعة امين ومجموعة امين ادي السي دابل او رابطة صنائية سينجل رابطة مفردة رابطة مفردة مع النيتروجين اللي مرتبط باتنين هيدروجين نيتروجين مرتبط معاتنين هيدروجين ايه ده ايه الصيغة دي دي صيغة اسمها الصيغة بنائية الصيغة البنائية للمركب دي حاجة لازم نعرفها في الكيمية العضوية ياريت كل مركبات الكيمية العضوية نكتبها كصيغة بنائية صيغة البنائية هي اللي بتوضح طريقة ارتباط العناصر داخل المركب يعني الصيغة البنائية بتوضح عدد الزرات طريقة الارتباط نوع الزرات طريقة الارتباط بتدخلي للتهجيم Sb, Sb2, Sb3 للزوايا للشكل الفراغي كله ده بيدخل للأساس في الصيغة اللي اسمها الصيغة بنائية طيب في صيغة تانية احنا بتعودين عليها صيغة زي اليوريا ما انا كاتبها كده CO NH2 NH2 دي صيغة جزيئية بتوضح عدد الزرات ونوع الزرات لا توضح طريقة الارتباط يبقى فيه فرق ما بين الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية الصيغة البنائية مهمة جدا للكمراكبات كيمياة عضوية هي اللي بدأت تفرق معانا في المراكبات العضوية اول مراكب عضوي قدر يحضره العالم فوهلر اللي هو اليوريا اللي هو البولينة اللي تركبته هي تركيبة البول بتاع الكائنات الحية للساديات الساديات طبعا بيخرج منها البول البولينة ده هو اللي سمينا ايه يوريا أو مركب اليوريا اللي موجود عندي لقدر يحضره فوهلر عشان كده السؤال ممكن يسألني ايه اللي عمله فوهلر معنا في الكيمية العضوية أو علل فشل نظرية القوة الحيوية اللي أساسها بريزيليوس لأن العالم من العالم فوهلر استطاع تحضير أو المركب عضوي يتكون في داخل المعمل وهذا المركب هو نفس تركيبة البولينة للكائن الحي من هنا بدأت تكتر مركبات الكيمية العضوية بدأت تكتر كترة ألاف ملايين عندنا أعداد كبيرة جدا مركبات الكيمية العضوية اللي بدأ يأسسها معنا العالم فوهلر مركبات الكيمية العضوية يا شباب عدد كبير جدا بسبب أن الأساس فيها عنصر الكربون واشمعنا الكربون ممكن يتحد مع نفسه أو مع غيره بروابط زي ما نكاتب كده أحدية أو يتحد بروابط سنائية سي رابطة سنائية وبعدين روابط أحدية أو يتحد بروابط سلاسية تلت روابط وربطة تاني أحدية يعني أحادي أو يكون روابط سنائية أو يكون روابط سلاسية ممكن عنصر الكربون يعمل لمركبات لها سلاسل مستمرة عدد كبير من زرات الكربون بتطلع ممكن السلاسل دي تبقى سلاسل متفرعة بتكتر تتفرع فيها زرات الكربون ده طبعا هو اللي أسس الكيمية العضوية وبدأت تكتر الكيمية العضوية على الأساس عنصر من الكربون اللي بيعمل سلاسل مستمرة سلاسل متفرعة أو حلقات متجنسة يعني إيه؟ زي ما نشوف البنزين العطري مركب بيحتوي ستة كربون وستة هيدروجين وروابط أحدية وصنائية نتكلم عليها في وقتها المركب بالشكل اللي قدامي ده طبعا كل الروابط دي أحدية هنعرف نوعه إيه المركب ده حالا بس كل العماصر هنا عندي عبارة عن زرات عنصر الكربون يبقى دلوقتي ممكن تتعامل حلقات متجنسة ممكن الحلقات دي تبقى غير متجنسة نيتروجين كابريت أكسوجين تدخل في الحلقة في نيتروجين أو دخل كابريت مفيش مشكلة يبقى دلوقتي ممكن الكربون يكون روابط أحدية يكون روابط سنائية يكون روابط سلاسية مع نفسه أو مع غيره ممكن يعمل لي سلاسل مستمرة أو سلاسل متفرعة ممكن يعمل لي حلقات متجنسة ممكن يعمل حلقات غير متجنسة غير متجنسة يعني فيها زرة غريبة عن زرات عنصر الكربون يبقى السؤال دلوقتي ليه فشلت نظرية القوى الحيوية ليه المركبات العضوية كترت ده سؤالين علل السؤال الأول علل فشل نظرية القوى الحيوية لأن العالم فيه أحرام استطاع تحضير أو المركب عضوي في العالم من مركبات غير عضوية طبعا بكتب المعادلات معي وأنا شغال بعد كده علل وفرة وفرة المركبات العضوية لأن الأساس فيها عنصر مين؟ أيوة؟ هو عنصر الكربون عنصر الكربون اللي ممكن يعمل روابط أحدية أو روابط سنائية أو روابط سلاسية ممكن يعمل لي سلاسل مستمرة أو سلاسل متفرعة أو حلقات متجنسة أو حلقات غير متجنسة عرفنا بدأت العضوية إزاي؟ طب العضوية دي بنستخدمها فيه؟ كل مجالات حياتك بتستخدم فيها كمية عضوية مجالاتك اليومية مع جون الأسنام الصابون الملابس الأصباط العطور الروايح دباغة الجلود الأكل كحولات فيه عندنا مثلا إيه؟ الدهون الزيوت كمان المضادات الحيوية الفيتامينات حتى أسوأ حاجة عندنا ممكن ناس ياخدوها كعلاج معين اللي هي المخدرات أو الأفيون أو حاجات كتيرة جدا كلها دي أساس كيمية عضوية العضوية اللي يقدر يفهمها كويس يقدر يطلع من مركب كذا مركب نتعرف مع بعض على أول حاجة النهاردة برضو نقولها مهمة إيه الفرق بين المركب العضوي والمركب غير العضوي تعالوا معي واحدة واحدة ننصقها كده المركب العضوي الأساس فيه عنصر الكربون مركب غير عضوي لا يشترط أن يتوافر فيه الكربون المركبات العضوية كلها روابط تساهمية تساهمية يعني تفاعلاتها بطيئة يعني تفاعلاتها بتتم بين الجزيئات يعني مواد لا إلكتروليتية ما بتوصلش طيار كهرابي يعني ما بتضبش في المياه معظمها خلي بالك عشان لما نخش للكحلات والأحماض وقول لك دول بيدوبوا في المية ما انت في أول حصة أستاذ قلت لنا ان المركبات العضوية ما بيدوبش غالبا ما بيدوبش في المية إلا إذا قدرت تكون روابط هيدروجينية السكر بيدوب في المية طب إزاي وهو مركب عضوي عنده OH الOH يعمل ربطة هيدروجينية يعمل ربطتين تلاتة حسب تركيبة شوية خلي دوبها في المية هتدوب ما الخلي ده حمدي خليك حمدي أساتيك إيسانويك الخلي دواب يدوب في المية ليه يقدر يكون روابط إيه روابط هيدروجينية إيسانول كحول إيسيلي سيبرتو أبيض دواب في المية سيبرتو أحمر دواب في المية أبي يدوب طب إزاي وهو مركب عضوي لأن أساسا في OH يكون روابط هيدروجينية أرجع تاني للمقارنة بتاعة الكيمياة العضوية وغير العضوية الأساس عنصر الكربون روابط تساهمية المواد لا إلكتروليتية ما بتدوبش في المية غالباً لها روايح تشتعل بأي احتراق وتديني فيها ساني أكسيد كربون وبخار مية وطاقة عالية إعكس ده كله ناحية التانية المركبات الأيونية الغير عضوية معظمها بيحتوي كربون لا يشترد أن تتوافر فيها عنصر الكربون روابط أيونية مواد إلكتروليتية بتوصل طيار كهرابي بيدوب في المية آه في منها بيدوب في المية وفي منها كمان ما بيدوبش في المية عندنا كمان المركبات الأيونية اللي هي الغير عضوية ما عندها الظاهرة هنتعرف عليها حالم الظاهرة اللي هي تسمى المشابهة الجزائية دي موجودة في الكيمياة العضوية مشابهة جزائية يعني إيه؟ دعالوا نشوف مركب عادي مركب ثاني أكسيدي الكربون لسه أنا قايل أن ده مركب غير عضوية طيب ثاني أكسيدي الكربون رمزه إيه؟ CO2 هل في مركب تاني لنفس الرمز؟ أكيد لا لأن الرمز لصيغة واحدة لمركب واحد طيب ما نتعرف على المشابهة الجزائية مشابهة جزائية ممكن أسميها آيزو مارز ممكن أسميها تشكل إيه هو الآيزو مارزم إيه هو التشكيل إيه هي المشابهة الجزائية أو المتشابهة الجزائية C2 H6 والمثال اللي موجود عندي في كتاب المدرسة ده ينفع أقول عليه إيه؟ أقدر أقول عليه كمركبين حسب المجموعة الوظيفية اللي جواه حسب المجموعة اللي بتديها الصفات المركب مجموعة وظيفية هي مجموعة زرات هذه المجموعة ترتبط ارتباط معيم تدي صفاتها أو صفاتها تتغلب على المركب ككل C2H6O ممكن ألاقي الOH منفصلة الوحدية C2 خليها كمجموعة إيه سايل على بعض H5 C2H5OH ده أسميه إيه؟ أي مركب أنت عندك OH يبقى على طول قلوي لأ يا أستاذ ده OH وكربون ده كحول ده يعتبر كحول إيه سايل اللي إحنا هنسميه بعد شوية إيه ساول ممكن ألاقي الو كمجموعة وظيفية وقعت ما بين مجموعتين ميسايل CH3 CH3 إيه سير سناء الميسايل ده يعتبر إيه سير سناء الميسايل طيب ما اللي اتنين نتعرف عليهم اتنين كربون اتنين كربون اتنين كربون ستة هيدروجين خمسة واحد ستة ستة طيب أكسوجين 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 اتفقوا في سيغة إيه؟ جزيئية تعالوا نشوفوا السيغة البنائية زرلة كربون التانية طلع للروابط بتاعتها معها ال-OH تلاحظ إن الكربون هنا عنده أربع روابط الكربون أربع روابط الأكسوجين مرتبط بالكربون مرتبط بالهايدروجين يبقى ده في مجموعة وظيفية اللي هي المجموعة الكحولية اللي هي ال-OH اللي ارتبطت بالكربون لكن هنا قدي ال-O معها السي 3-H وال-Sي 3-H أنا ممكن أكتب سي وربطة ومحطتش إيتش خالص زي ما تعودته أنا عارف إن إحنا براجع معكم عضوية أنا عارف إن معظم الطلبة خدتها خدت جزء كبير منها خلصتها في طلبة معي خلصوها خالص في طلبة بدأوا فيها هنا الكيمياء العضوية يا جماعة عاوز التركيز بسيط عاوز مخيب أصاحي عاوز الطالب عارف بيقول إيه عارف الروابط أساساً الكربون حواليه كم ربطة؟ أربعة الأكسوجين اتنين حسب تكافؤات العناصر الهيدروجين واحد النيتروجين كم ربطة؟ تلاتة دي الأساسيات في المركبات الهيدروكاربونات أنا قلت معاكو أيزومرازم تشكيل مشابهة جزائية يعني إيه؟ يعني اتفاق بعض المركبات العضوية أنا أقولها اتفاق بعض المركبات العضوية في صيغة جزائية واحدة واختلافها فين؟ في الصيغة البنائية ده بيؤدي لإيه؟ لاختلافها في الخواص الفيزيائية والكيميائية يعني الإيسانول قابل للأكسادة الإيسير غير قابل للأكسادة ده بيغلي عند درجات حرارة على اليم ده درجة حرارة منخفضة الإيسانول عندي ده ممكن يدوب في المية ده مش هيدوب في المية يبقى ده ليه صفات وده ليه صفات يبقى اتفاقوا في صيغة إيه؟ أيوة كوزيئية اختلفوا في صيغة إيه؟ بنائية ده بيؤدي الاختلافهم في الخواص الفيزيائية والكيميائية أعلل أذكر السبب العلمي الكحول الإيسيلي أيزوماريزم لإيسير سناء الميصايل أعلل كحول بيوتالي أيزوماريزم لإيسير سناء الإيسايل ليه؟ لأنهم يتطبقوا في صيغة جزائية واحدة يختلفوا في الصيغة الإيه؟ البنائية وهذا يؤدي للاختلاف في الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية طيب المركبات العضوية الأساس فيها عنصر إيه؟ كربون وهيدروجين سنة 2009 جي السؤال إزاي؟ كيف يمكنك الكشف عن الكربون والهيدروجين؟ في قطعة من الخبز ما ده كيميا عضوية؟ خبز ده عبارة عن مادة عضوية طيب قطعة قماش، قطعة بلاستيك، قطعة خشب كل ده مركبات عضوية أكشف إزاي عن الكربون والهيدروجين تجربة مهمة جدا الكيميا العضوية عندي أربع تجارب احفظها كويس برسوماتها عندي رسمة الرسمة الأولى معنا أنا أخدها دلوقتي حالا في رسمة تحضير الميسان والإيسيلين والأسيتيلين والرسمة اللي قدامي دلوقتي اللي أنا هرسمها معاكم كده ونتعود عليها بالراحة إزاي؟ بكشف عن الكربون والهيدروجين جوه المركب العضو أمبوبة عادية جدا حطينا بداخلها المركب العضوي حطت فيها المادة العضوية وضعت معاها مادة تاني مسؤولة عن الكشف عن المركبات العضوية اللي هي سي يو أو أكسيد نحاس طبعا بثبت الأنبوبة دي مش يسيبها كده في حامل بيمسك الأنبوبة معانا طبعا لما نرسم في الامتحان رسمة تكون كبير ما ترسمش بقلم سنه أي كلام لازم سنه كويس معانا مصطرة كويسة وأسيكة كويسة وقلم رصاص كويس بيترسم الأول الخط الأفقي ده دليل على إن فيه منضادة تحط عليها الأدوات بتاعتك هنا في موقف للتسخيم أنا حطيت المادة العضوية خارج أنبوبة هنا الأنبوبة دي فيها انتفاخ في النص تنزل في داخل أنبوبة أخرى الأنبوبة دي عبارة عن نقول عنه مية الجيل اللي هو هيدروكسيد الكالسيا نحطين هنا ماء جيل عارفين طبعا مين اللي بيعكر مية الجيل الرائق اللي هو عبارة عن ساني أكسيد الكربون الأنبوبة دي برضو ممسوكة عن طريق حامل هنا في النص حطين مادة اللي هي سي يو اس او فور لا مائية يعني كبريتات نحاس مفهاش مية يبقى لونها ايه أبيض وده ماء جيل رائق بدأ تسخم إيه لا يحصل المادة العضوية اللي عندي دي المفروض فيها كربون وفيها هيدرو جي الكربون يتحد مع أكسيد النحاس ياخد منه الأكسوجين بيطلع ساني أكسيد الكربون أول ما يوصل ساني أكسيد الكربون هنا لاحظ ان المادة العضوية اللي عندي دي هيدروكسيد الكالسيوم المادة بتاعت مية جيل بدأت تتعكر بعد شوية الهيدروجين بدأ يحول كبريتات النحاس اللامائية اللي كانت لونها ايه أبيض إلى اللون الأزرق إيه اللي حصل أنا عندي الكربون مع أكسيد نحاس تكون عندي إيه مع التسخيم سي يون فصل طينا عندي ساني أكسيد الكربون ده اللي بيعكر مية إيه الجير هنا اتنين أكسوجين على طول قوة تنسى وزن معادلتك واضرب هنا في اتنين اتنين هيدروجين زائد أكسيد النحاس مع التسخيم بيديلك بخار مية ويدينا كمان سي يو إيه اللي حصل عندي أنا عملت إيه وضعت مادة عضوية داخل أمبوبة معها أكسيد نحاس يبقى دي المادة المسؤولة عن الكشف عن المركبات العضوية طب أنا بكشف إيه في المركب العضوي عاوز أعرف فيه كربون وهيدروجين ولا لا طب الكربون هيأخذ من أكسيد النحاس إيه الأكسوجين كون ساني أكسيد الكربون بيعكر مية الجير كون بخار مية بيحول كابلتات النحاس اللا مائية البيضاء إلى كابلتات نحاس إيه كابلتات نحاس مائية يبقى لونها إيه أزرق اتزرقت كابلتات النحاس يبقى فيه عندي إيه بخار مية يبقى فيها إيدروجين اتحول ماء الجير من مادة رائقة إلى مادة بدأت حصلها تعكير يبقى هنا يتكون عندي كربونات الكلسم لو أنتم عارفين إن سيني الكربون عكر مية الجير يبقى لأساس المادة العضوية اللي عندي كان فيها عنصر الكربون يبقى قلنا إن الكيمية العضوية نسميها كيمية مركبات الكربون كترة المركبات العضوية المركبات العضوية بتدخل في كل تركيبات حياتنا الأسس العضوية بريزيليوس وبعدين العالم فوهلر شفنا الفرق بين الصيغة الجزائية والصيغة البنائية عرفنا كمان إزاي نكشف عن الكربون والهايدروجين اتعرفنا على الايزوماراز التشكيل المشابهة عرفنا كمان مقارنة مهمة جدا بالمركب عضوي وغير عضوي تعالوا نقسم مع بعض الهايدروكربونات تقسيمة الهايدروكربونات اللي احنا هنتكلم عليها ونكشف عن المركبات بتاعتها فيه الكنات الكن فيه ايه كمان الكنات الكن فيه الكنات ايه اللي انا بقوله ده عبارة عن هيدروكربونات مفتوحة السلسلة الهايدروكربونات التقسيمة الجميلة اللي فيها اولها بالقابل الكن وبعدين الكن وبعدين الكن التلاتة دول مركبات عضوية اليفاتية ده قسم من اقسام الهايدروكربونات فيه قسم تاني اروماتي اروماتية يبقى فيه قسم ايه وقسم ايه اليفاتي واروماتي الاليفاتي ده منها زو سلسلة مفتوحة ومنها الكان حلقي الالكان الحلقي طب معنا فصل ان شاء الله ونكمل تقسيمة الهايدروكربونات بعد الفصل سنعود ان شاء الله حان الان مواد اذان العصر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح حيا على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وابعث اللهم عدنا بفضل الله السلام عليكم ورحمة الله نكمل مع بعض اللي بدأناه قبل الفاصل عرفنا إن فيه هيدروكربونات بنقسم مركبات الكيميا العضوية الهيدروكربونات بتنقسم لجزئين مهمين مركبات أليفاتية ومركبات أروماتية المركبات الأليفاتية بتنقسم لقسمين ذات سلسلة مفتوحة وذات سلسلة مغلقة حلقي نشوفها مع بعض بالراها بقول مركبات أليفاتية تنقسم إلى إيه إن فيه الكان دي مركبات أحدية الكين مركب صنائي الكين مركب سلاسي الكان حلقي ده الكان مشبع هنلاحظ إن ليه سيغة عامة لنفس سيغة الإيه الألكين بعدين فيه مركبات أروماتية نخلص منها بسرعة دي ليها حصة الوحدية إن شاء الله مركب أروماتي ده يبقى غير مشبع المثال عندي البنزين العطري سي ستة إيه شي ستة الشكل بتاعه اللي هنتعود عليه الشكل الحلق السداسي رابطة سنائية أحدية سنائي أحادي سنائي أحادي سنائي يعني سيجما وباي أيوة نرجع لسيجما وباي أحادي يعني سيجما سنائي سيجما وباي سيجما وباي اللي اكتشف السيغة البنائية دي العالم أو كويكلي نقوله بأي أسلوب المهم نكتب الكوكولو عندي رابطة جوه متبادلة رابطة سنائية مع الأحادي بدل مكتب كده ليه؟ لأن الرابطة الأحدية بتبدل مكان السنائي مع الأحادي مع السنائي في عندي مركب البنزين العطري سي ستة اتش ستة في مركب ممكن يبقى فيه حلقتين ملتصقين مع بعض اسمه النفسة لين اللي هو سي عشرة اتش تمانية بنزين العطري سي ستة اتش ستة نحفظ نحفظ سي ستة اتش ستة حلقة بنزين ستة سية روابط أحدية والسنائية بالتبادل أو دايرة جوه دليل على أن في رابطة أحدية بتبدل مع الربطة السنائية سي عشرة اتش تمانية نفسة لين المثال التاني حلقتين بنزين طبعا حلقتين بنزين بيختفي لو يلتصقوا مع بعض بيختفي اتنين كربون واربعة هيدروجين المركب الأحادي المشبع الألكام الصيقة العامة بتاعته سي ام اتش تو ان زائد اتنين ان يعني ايه ان عدد زرات كربون عدد زرات الكربون لو ضربتها في اتنين وجمعت عليها اتنين يديني عدد الهايدروجين لو كربونة واحدة يبقى الهايدروجين بكام باربعة ازاي؟ ده بواحد يبقى اتنين في واحد باثنين اجمع اتنين يقيت اربعة لو السي خمسة مثلا بصوا ضعفه وزوده اتنين سي خمسة يبقى الاتش بكام باثناشر السي بتلاتة يبقى الاتش بكام ايوه اضعف القاحة ستة ازاول اتنين يبقى كام؟ تمانية طب قال لي السي مش هعرف عددها الاتش مثلا بعشرة طب انا زودت اتنين من شوية خلاص شير الزيادة واقسم على اتنين يبقى اشير الاتنين بالتمانية اقسم على اتنين يبقى اربعة يبقى ده السي اربعة اتش عشرة عاوز احسب عدد روابط سيجما في المركبات دي اجمع كربون وهيدروجين واطرح واحد يا استاذ ازاي؟ حالا نهدي امثلة على الصبورة معاكم الالكين سي اين اتش تو ام لو السي باتنين الاتش بكام؟ باربعة ضاعف سي خمسة الاتش بعشرة الاتش باتناشر يبقى السي بستة فهاش مشكلة الالكين مركب سلاسي سي ام اتش تو ام نقص اتنين السي بتلاتة يبقى الاتش هضاعف ونقص اتنين في الالكين كنت بضاعف وزود اتنين في الالكين بضاعف في الالكينorg مبرض، من اضاعف ونقص اتنين الان ام تلاته يبقى اثنين تلاته بستة تشيل 2 يبقى 4 الدعف بتاحها 6 تشيل 2 يبقى 4 سي 5 الدعف 10 تشيل 2 يبقى الاتشсаب كام 8 يبقى دلوقتي انا كنت بضاعف و نقص 2 بضاعف و نقص 2 الألكان الحلقي liGHz السيغة العامة بتاعته CNH2M دي نفس سيغة الألكين نفس السيغة بس الألكين ده غير مشبع لانه عنده سيجما وباي الألكين غير مشابع عنده سيجما واثنين باي أنشط المركبات العضوية اللي بتحتوي كل ما تكتر باي كل ما يبقى المركب ناشط سي أم إتش تو أم ده عبارة عن إيه ألكان حلقي مشابع ألفاتي هذا الألكان زي مين سي ستة اللي إتش بكام باثناشر اسمه هيك سام إيه حلقي حلقة بنزين سوداسية فاضية أنا بقول لها حلقة بنزين لأنها هتحود أن دي على طول حلقة بنسميها حلقة البنزين بس البنزين فيها دايرة جوة ده هكسان إيه حلقي طيب لو كان بنتين حلقي خمس روابط أحدية ده سي خمسة إتش كام عشرة دي تأسيمة الهايدروكاربونات الهايدروكاربونات قسمناها القسمين مركبات ألفاتية وأروماتية الأنشط طبعا اللي بيكتر فيها إيه روابط باي لو كل روابط أحدية يبقى التفاعل بالاستبدال أو النازع لو في ربطة سنائية زهرة باي بدأت تفاعلات الإضافة لو ربطتين سنائيتين أو إيه لو عندي ربطتين باي مركب فيه تلات روابط الكايم واحدة سيجما واثنين باي يبقى عندي الإضافة بتتم في مرحلتين لو عندي مركب حلقي زي البنزين عنده تلاتة باي جوة يبقى لما أجأ فعله بالإضافة بدي تلات جزيئات من المركب طيب فيه تعريف مهم جدا جدا عندنا السلسلة المتجنسة السلسلة المتجنسة دي عشان نفهم التعريف خد أي مثال ألكان ألكين ألكايم خد ألكان حلقي مركب أروماتي تعالوا ناخد مثال بسيط جدا ونعرف منه إزاي نطلع المجموعات الألكايل الألفاتية مثايل إيسايل بروبايل أو نطلع المركبات اللي عندي طبعا إحنا هنتكلم دلوقتي على الألكانات بالصفة خاصة الألكام قبل مبدأ سلسلة متجنسة إحنا قلنا الصيغة العامة بتاعته إيه CM H2M زائد اتنين كويس عندي ألكام بيحتوي خمس زرات كربون يطرى الهايدروجين كام يطرى سيجما قد إيه يطرى المتشابهات بتاعته قد إيه تاني كده بقول ألكام الكام يعني هنعرف إن ده اسمه برافين البرافينات هي الألكانات الصيغة العامة CM H2M زائد اتنين نشوف سؤال صغير الكام يحتوي خلينا في أربع زرات كربون عنده كام كربون أربع هات للصيغة الجزائية بتاعته كويس سي كام أربع الـ H ضاعف ضعيف تبقي التمانية زود اتنين نبقى الـ H بكام بقى عشرة عنده كام سيجما أربع وعشرة أربع تاشر تشير ربطة يبقى تلاتتاشر نأكد لنا يا أستاذ أربع زرات كربون والأربع دول روابطهم كلها روابط أحادية معاها كام هيدروجين نديها اتش كده هذه كل ده اتش هيدروجين أربع كربون معاها كام هيدروجين كده عشرة يبقى ده مركب من ضمن الألكانات مركب مشبع عد سيجما واحد اتنين تلاتة أربعة وادي أربعة تمانية تسعة عشر أحداشر اتناشر تلاتاشر ما أنا قلت ريح دماغي دولار أربعة أربعة وعشر أربعة تشيل واحدة بيسوي تلاتاشر سيجما يبقى عشان أعرف سيجما بجمع عدد الكربون والهيدروجين في المركب الأحادي وأطرح منها واحد جبت عدد روابط سيجما طب المركب ده ممكن نلاقي الشكل بتاعه أربع زرات كربون في سلسلة مستمرة تعالوا نعمل لها تفرع تفرع ازاي نبتدي نعمل المتشابهات ايه المتشابهات اللي هي المتشكلات اللي هو الأيزوماريزم بتاعه كانوا كم زرات كربون مع بعض كانوا أربع زرات قادي الأربع زرات واحد اثنين تلاتة وقادي الزرة الرابعة ده شكل جديد ده سي كام سي أربع الهيدش كام عشرة سي أربع الهيدش كام عشرة لما نتعرف على اسم المركبات دي دلوقتي أربع كربون يبقى ده بيوت كله أحادي بيوتان تلاتة كربون في سلسلة متصلة واحد اثنين تلاتة تلاتة يبقى بروب بروبان الزرة التانية فيها سي أتش سري يبقى اثنين ميسايل بروبان بصوا الاسم ده ايه اثنين ميسايل بروبان والاسم ده ايه بيوتان معين الاثنين ليهم نفس الصيغة الجزائية يبقى دي مشابهة جزائية طب الاسم دي هنتعلمها ما تخافوش ده أنا عامل حصة ان شاء الله تبقى جميلة لازاي نسمي المركبات العضوية سواء ألفاتية او أروماتية بنظام الايوباك الايوباك اللي هو النظام الدولي للكيميا البحثة والتطبيقية التسمية العالمية للمركبات العضوية ككل طب يا أصدر انت مدينا سؤال سهل طب ما تيجي نشوف انا حددت هنا ان دول 4 كربون صح تعالوا نشوف كده وندي سؤال سوية وعاوز اسمح صوت اتصالات منكم كده نجاوب معايا هقول دلوقتي الكام بيحتوي مثلا 17 زرة لقولتي كربون ولا هيدروجين مجموحهم مع بعض 17 ده الكام بيحتوي 17 زرة وجد الصيغة الجزائية طب واحنا عندنا اي معلومات تاني هنتظر كده ونشوف من يعرف يجاوب معايا ونكمل مع بعض دي كلامنا انا لسه بقول في حاجة اسمها سلسلة المتجانسة ونرجع للسؤال برضو هنجاوبه دلوقتي مع بعض لو محدش اتصل يجاوبه معايا سلسلة متجانسة احنا عارفين ان فيه لغة لاتينية اساس لغات الكيميا هنا حسب عدد زرات الكربون واحد يعني ميس اتنين اس تلاتة بروب اكيد حفظتوا الكلام ده اربعة بيوت خمسة بنت ستة هكس هبت اوكت نون ديك هنا حسب عدد زرات الكربون انا بتكلم دلوقتي على الالكانات الالكان الصيغة العامة بتاعتها انا كاتبها اي قدامنا سي ان اتش تو ان زائد اتنين تعال نحاول المركبات دي الالكانات عدد زرات الكربون اللي عندي زرات كربون واحدة ماشي كام هيدروجين اربعة ضعفت وزودت اتنين زراتين كربون يبقى سي اتش ايوة لما ضعف بقيت اربعة حط اتنين ستة سي تلاتة اتش تمانية سي اربعة الاتش عشرة سي خمسة الاتش ها ضعف وزودت اتنين اتناشر سي ستة اتش اربعتاشر تب عاوزة سميه انا بتكلم على الالكان الكان هضيف الف نون ميس يبقى ميسان إيس إيسان يلا خلاص عرفنا هنعمل ايه تلاتة بروبان بيوتان بينتان هيكسان هيبتان اوكتان نونان ديكان ميس زرات كربون واحدة حطيت الف نون يبقى دلوقت يعني عندي المركبات الاحدية الالكانات الالكانات كصيغة عامة سي ان اتش او ان زاد اتنين اسميها ازاي بضيف الف نون على عدد زرات الكربون طب دي اسمها سلسلة متجنسة اه اسمها سلسلة متجنسة ميسان وإيسان بروبان شوف الفرق ما بين اي مركب والتاني سي اتشي ستة سي تلاتة اتشي تمانية يبقى الفرق زرات كربون وزرتين هيدروجين انا عملت ربطة كده يعني ايه دي مجموعة زرية ربطة يعني احدية لا تقعد على حالة ايه انفراد يبقى اي مركب من دول لو بحستها كويس هتلاقي اي مركب يزيد عن اللي قابله بمجموعة اسمها مجموعة ميسيلين مجموعة ميسيلين سي اتشي تو المجموعة دي دي بتوضح ان كل مركب يزيد عن التاني بزرات كربون واثنين هيدروجين يعني باربعتاشر وحدة وزنية ايه وحدة وزنية كتلة المول بتاعتها يبقى السلسلة متجنسة مجموعة مركبات لها قانون جزائي واحد قانون جزائي عام تتطفق في الصيغة العامة او القانون الجزائي تتطفق في الخواص الكيميائية الالكانات كلها مشبعة كلها بتحترف بيطلع سانيكسيد كربون بخار مية وطاقة كلها لها تفعالات كذا وكذا وكذا يعني تشارك فين في الخواص الكيميائية بس تختلف في خواص الفيزيائية قال لي لا بتتدرج في الخواص الفيزيائية يعني من زرات كربون لأربع زرات كربون في الالكانات ده ايه غاز خد من ايه خمسة لسبعتاشر سوائل اكتر من سبعتاشر زرات كربون عبارة عن مواد صلبة في حاجة تاني مهمة جماعة وركزه كويس كل ما تقل عدد زرات الكربون كل ما يبقى المركب العضوي اعلى قيمة اقتصادية كل ما تقل درجة غليانه زود كربون تزيد درجة الغليان قال لي الكربون بتقل درجة الغليان سلسلة متجنسة تعرفها تاني ولوها معايا هي عبارة عن ايه مجموعة من المركبات العضوية تتطفق في القانون الجزائي متطفقة في ايه قانون جزائي متطفقة في الخواص الكيميائية متدرجة في الخواص الفيزيائية واي مركب يزيد عن الذي يسبقه بمجموعة ميسيلين CH2 اللي موجودة معنا طب احنا نعرف ازاي الافاتي واروماتي على حسب المجموعة الفعالة اللي عنده مجموعة الزرية اللي عنده عندي مجموعة هنسميها مجموعة الالكايل مجموعة الالكايل اللي عندي اللي هي تشتقي منين الالكايل يا أستاذ ايه الرابطة دي ايه الرابطة اللي تعملها دي بقول ان الالكايل مع رابطة احادية يعني ده تكافؤ احادي لا توجد على حالة انفراد تشتقي من الالكايل المقابل بنزع زرة هيدروجين واستبدال المقطع الف نون بالمقطع يهلام تاني مجموعة الالكايل عندنا عناة الالفون عناة الصال ايوه السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته اهلا وسهلا يا فاندي اهلا مين معاي عبد الرحيم معاكم اهلا بيك اهلا بقى انا الناس تمام دول تفضل يا صدقى ابرحيم ما يسلي عاود تجاوب معنا السؤال ولا عاود دكتور اي السؤال ان شاء الله تفضل تفضل يا حبيب هتوب ايوه عندها سبعتاشر يعني انت هتاخد سي ام خلي بالك دي سبعتاشر زرة تمام سبعتاشر زرة يعني انا عاوز اين واتنين اين واتنين مش عاوز سي ولا ايتش خلي بالك هقولك ده بقى حاجة تانية نحتاج فيها سي و ايتش تفضل سبعتاشر توبة انا عقود سي اتوبة خمستاشر الان بخمسة الان بخمسة كويس يبقى سي بخمسة يبقى الاتش سي خمسة برافو هتوبة بعشر بواحدة واحدة سبعتاشر سي خمسة ضعف عشرة حط اتنين اه توبة اتناشر يبقى اتناشر يبقى سي خمسة اتش اتناشر برافو عليك انا اوضحك زميلك على السبورة عندك ايه السبسار يا السياس عبد الرحمن يا بارك الله عبد الرحمن ولا عبد الرحيم طيب ربنا وفاك يا ابني دايما كده بالخير بإذن الله زميلكم حلاها معنا الله ينور عليه سي خمسة اتش اتناشر ناس الممتازة اللي بتفكر صح هنا انا عندي الجزئية دي بقول الكان الكان سي ان اتش توقن زائر اتنين نتابع مع بعض زميلكم عملها ازاي الالكان ده في سبعتاشر زرة هندي سؤال تاني برضو وعاوزين ياريت كل الطلبة كده الاسئلة العضوية اللي حاسين هي رخمة او حاجة نبدأ بقى في الحب الجميل بتاعنا اهم جزء عندك واسهل جزء من الصعب جزء العضوية سي ان اتش توقن زائد اتنين يعني الان زائد اتنين ان زائد اتنين قلت بيسوي كم زرة سبعتاشر كويس يبقى تلاتة ان زي ما ألزم تلاتة ان بيساوي خمستاشر تمام تلاتة ان بتساوي كم خمستاشر يعني الان بتساوي خمسة يعني سيب خمسة ضاعف وزود اتنين يبقى الاتش باتناشر برضو نقول سؤال تاني كده معنا على ايه الكين او الكين او الكين ناخد كده السؤال جميل جدا موجود معنا تقريبا في دليل تقويم بيقول لي الكين خلي بالك المرة دي ايه الكين كويس الالكين دو كتلته الجزائية الكتلة الجزائية بتاعته بتساوي اربع وخمسين جرام اوجد الصيغة ايه صعبة شوية الجزائية علما بان الكربون كتلته باثناشر والهايدروجين كتلته بوحد برضو هنشوف العاوز يكلم معنا ويقول لنا حل السؤال ولو جاتت الصلاة ماشي هنكملها ولو ما جاتش هنكملها وحلها معاكم دلوقتي قلنا مجموعة الالكين تعرفها ايه مجموعة زرية اولا لا توجد على حالة انفراط تكافوها اوحادي تشتاق من الالكين بنزع زرة هيدروجين واستبدال المقطع الف نون بالمقطع يهلام يعني الميسان جواها مجموعة ايه مجموعة الزرية بتاعتها تشين هيدروجين يبقى سي اتش سري اسمها ايه كان ميسان تشين قال بنونه حط يهلام يبقى ميسين ميسايل على حسب ما ننطقها طب اللي بعديها ميسايل كان سي اتش سري اوحا تنسى الرابطة دي الرابطة دي بتوضح اللي ده لقى توجد على حالة ايه انفراب تكافوها تكافو ايه اوحادي سي اتش ست تشيل واحدة هيدروجين يبقى بيقية ايه سي اتش خامس اسمها ايه بدل ايسان هطلع منها المجموعة يبقى ايه صايل مجموعة الايصايل ها سي تلاتة اتش تمانية خليها سي تلاتة اتش سبع بروبايل يبقى ميثايل ايصايل بروبايل بيوطايل بينطايل هايك صايل اللي بنعمله ده ده مجموعة الالكايل في مجموعة زرية تاني بالمجموعة الاروماتية بتشتقي من المركب الاروماتي بننزع زرة هيدروجين واستبدل حاجة بحاجة لا يا أستاذ دي مجموعة زرية لا توجد على حالة انفراب تكافؤها تكافؤ أحادي تشتقي من المركب الاروماتي بنزع زرة هيدروجين زي مجموعة الفينايل الفينايل عندنا ايه عبارة عن ايه تعالوا نشوفها كده بالراحة أنا عندي بنزين عطري طب نسأل سؤال برضو كده ونشوف الطلبة بتاعتنا سؤال نحطه مع السؤال اللي موجود على الصبورة أنا عاوز أعرف روابط سيجما وباي داخل مركب البنزين العطري احسب عدد روابط سيجما وباي في البنزين العطري بنزين العطري حلقة بنزين اهو قلنا دايرة كده بس لما اجح سيبها قد فكرة الحل معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم الرحمة الله وبركاته ايوا يا فندي مين معاي؟ اهلا بيك اتشرب باسمك حسام يا فندي مصطفى؟ حسام حسام منين يا حسام؟ المنصورة منصورة اهلا وبعدل منصورة اهلا بيك يا حسام اتفضل عندك ملاحظات او هتجاوب معنا السؤال؟ هتجاوب السؤال يا فندي طيب اتفضل يا حبيبي اه ان شاء الله انا معاك تفضل بإذن الله الكين كتلته الجزائية ربعة وخمسين جرام هنعود بالقانون تفضل سي اكتبهولك سي ان سي ان اتش اتش تو ان تو ان تمام ما هو الكين فضل اه هتعمل ايه بقى؟ هنقوله هنعود عن الان السيب اتناشر هتعود عن السيب اتناشر تمام سيب اتناشر يبقى السيب اتناشر ان زائد زائد الاتش بكام؟ بواحد بواحد اضرابه في اتنين ان يبقى اتنين ان الكلام ده بيساوي اتنين ان يبقى اتناشر ان زائد اتنين ان بتساوي اه اربعة وخمسين الكتلة اللي موجودة معي اربعة وخمسين تمام كمل معنا بقى تمام يبقى اربعتاشر ان يبقى اربعتاشر ان اربعتاشر ان سوى اربعة وخمسين سوى اربعة وخمسين طيب انا عاوز اسمع بس سي ام اتشي تو ام سوى الاربعتاشر طيب ها هتسمى اربعة وخمسين الاربعتاشر الاربعتاشر هتطلع كام ساوي هتطلع كسر هنا انت في غلطة عندك طيب انت طلعت السيغة بتاعتها طيب قول لي عليها طيب احنا هنا عوضنا عن السيب كام باتناشر الالكين السيغة العامة بتاعته سي ام اتشي تو ام خلاص يبقى ادي اتناشر الكربون ودي الان زائد اتنين في اتناشر طيب يبقى الرقم نغيره او نخليها الكاين عشان تبقى سهلة اكتر خليها الكاين لو الكاين هتتحلي معاك انت الفكرة بتاعتك صح وسليمة مية المية الكاين يبقى هنا فيه ناقص كام ناقص اتنين سي ام اتشي تو ام ناقص اتنين الالخاص كده هصلى حالك وهارجع هكمل تاني السؤال وطبعا ارقام اهم حاجة تبقى صح السي قلت انت بكام باتناشر ام زائد اتنين ان ناقص اتنين بتساوي كام اربعة وخمسين كده هتتحلي صح معاك ايوه حسام اه معايا كده اربعتاشر اتناشر ان زائد اتنين ان يبقى اربعتاشر ان ستة وخمسين يبقى الان كده بتساوي ستة وخمسين على الاربعتاشر طلعت كام معاك اكتبها اربعة هتطلع اربعة كويس يبقى السي بكام يبقى اربعة الاتش عندي انا خليتها الكاين قدامك اربعة يبقى اناها ضاعف ونقص اتنين يبقى الاتش اتش عاشر الكاين سي اربعة ضعف بتاعها تمانية تشيل اتنين يبقى الاتش كام تمانية تشيلت اتنين يبقى الاتش بكام عندك انا سامعك يا حسام سي اربعة اتش ستة تمام خلي بالك الكاين انا قلت الكين قبل كده او حطيت اربعة وخمسين لو اتحسب الصح مش هتطلع دات الرقم عشري اي الصح كلامك انت الكاين سي ان اتش تو ان ناقص اتنين طيب فكرت في السؤال التاني انه هو مست اللي هو احسب عدد روابط سيجما وبي في البنزين العطري تعرف تحسبه ازاي طيب عندك اي الصفصال لا شكرا طيب يا حبيب مشاكلين لاتصالك تفضل السلام عليكم يبقى هنا السؤال كان الكاين كتلته الجزئية اربعة وخمسين زي ملكو هلاها معنا هو كان ماشي صح بس الرقم اللي كان فيه غلطة سي ان اتش تو ان ناقص اتنين دي الصيغة العامة يبقى دي الكربون عوض عنها باثناشر ان زائد اتنين ان ناقص اتنين بتساوي اربعة وخمسين يبقى اربعتاشر ان بيساوي ستة وخمسين شكده هنا طبعا ستة وخمسين على اربعتاشر فيه اربعة يبقى السيب اربعة عوض في القانون اربعة اتنين في اتنين او اتنين عندك في اربعة بتمانية اطرح اتنين يبقى كام ستة طيب نشوف جزئية تانية وانتظر برضو اتصالاتكو على سيجما وبي اللي هي في حلقة البنزين الحلقة بتاعت البنزين دي يترى كام سجما يترى كام باي موجود معنا في هذا المراكم كنا بنتكلم مع بعض دلوقتي على السلسلة المتجنسة مجموعة الالكايل وعندي كمان المجموعة الاروماتية اللي انا بقول عليها ان فيه حلقة بنزين ايه دي سي ستة اتش ستة البنزين العطري دو فيه رابط احادية والصنائية هنا تشيل منها زرة هيدروجين يبقى سي ستة اتش كام اتش خمسة دي مجموعة تسمى الفي مايل اسمها ايه في مايل مجموعة للمركبات الاروماتية مجموعة الارايل عبارة عن مجموعة تشتق من المركب الاروماتي بنزع زرة هيدروجين وهي مجموعة زرية لا توجد على حالة انفراد وتكافؤها احادي عشان وقت الحلقة طبعا احنا عندنا التسمية المركبات العضوية مهمة جدا هتبقى حلقة الحصة الجاية جميلة باذن ربنا سبحانه وتعالى ناخد فيها كل الاسئلة اللي ممكن تيجي في انتحانات على التسمية هحل معاكم السؤال احسب عدد روابط سيجما وبي في البنزين العطري اولا لازم اكتب الصيغة الابنائية صح ده سي ستة اتشي ستة يعني ادي كربون اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طبعا مرتبطة مع بعض بالشكل ده كل واحدة فيها زرة هيدروجين وفي روابط سنائية وحدية سنائية وحدية سنائية فيه ناس ممكن تحسبها من الشكل العادي البسيط اللي قدامي له قولك ستة سيجما وثلاثة باي بوزة الدنيا لا اكتبها صح بالطريقة اللي انا كاتبها بص سيجما ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ده ستة بره بس وفيه ستة جوه يبقى اتناشر سيجما وكان باي تلاتة باي طبعا مركب البنزين العطري ده مركب مهم جدا عندنا ليه درس مهم عندي ان شاء الله لو لنا عمر بإذن الله تسمية تظهروني فيها ان شاء الله يوم التلاتة اللي جاي هنتابع مع بعض ازاي نسمي بنظام الايوباك يا رب يكون وفقنا ان احنا نوصل معلومة صغيرة لكم وان شاء الله انا في انتظارة صلاتكم واي السبصال في اي جزئية تحولات العضوية هي دي المتعة في الكيميا بتاعتنا وان شاء الله في حلقة قادمة نكمل مع بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته